ننتقل إلى الموضوع التالي نشر مؤخرا التقرير السنوي للمحاكم الشرعية في البلاد لعام 2022 الذي يضع بين يدي الجمهور معلومات شاملة حول عدد الملفات التي تم فتحها وتداولها في المحاكم الشرعية وأنواع القضايا التي نظرت بها المحاكم خلال السنة ويشير التقرير إلى زيادة في عدد الملفات المفتوحة لدى المحاكم الشرعية والتي تعمل على فض الخصومات داخل العائلات وليس فقط للاستزادة أكثر حول هذا التقرير وحول أحوال المحاكم الشرعية ينضم إلينا في الاستوديو في بث حي ومباشر القاضي عبد الحكيم سمارة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية أهلا ومرحبا بك سماحة القاضي أهلا وسلم نبدأ من التقرير أولا هذا تقرير سنوي يصدر كل عام نعم للسنة الثالثة التوالي نصدر تقرير ليعرف الناس ما يجري في المحاكم الشرعية ما هي أهمية إصدار مثل هذا التقرير طبعا له أهمية في فهم حركة المجتمع الأسرية اثنين للباحثين والذين يريد أن يخرجوا بنتائج بخصوص ظواهر معينة مجتمعية أو أسرية أيضا هذا مهم مهم جدا وكذلك نحن ننظر إلى أنفسنا دائما بالعين الناقدة والفاحصة والمصححة وهذه الضرورة لا يخلو إنسان من أخطاء ولا يخلو الإنسان من أن يصف ويطمح إلى الأفضل سمحت القادة إذا أنا بكرأ وستظهر على الشاشة المعطيات الأرقام عام 2020 كان عندكم 32 ألف وخمس ملفات في السنة 22 سنة الماضية 36 ألف و 278 هذه القفزة بأعداد الملفات هل يشير إلى أنه في مشاكل أكثر في مجتمعنا أو إلا قرأت في كلمة الوزير المقدم في الوزير القضاء بقول هذا يشير إلى ثقة الناس في المحاكم إلى ثقة أكثر في المحاكم نعم هو عدا عن الثقة في المحاكم وهذه الحمد لله في ثقة في المحاكم لأنها هي مش بس محاكم وإنما هي تعبد إلى الله التحاكم بما أنزل الله صلى الله عليه وسلم فمحاكمنا ليست فقط محاكم وإنما هي يعني تعبد إلى الله بالتقاضي إلى أحكامه نعم ولكن أنا يعني برأيي أن إنعكاسات الكورونا كان له أخى كبير في ارتفاع واتحنا سمحت القادة لماذا تقصد بذلك؟ يعني في الكورونا كان كثير فيه بطالة كان فيه مشاكل اقتصادية اللي هي سببت أزمات سرية سببت أنه الناس يعني وضحة حتى من ناحية نفسية كانت محطورة ببيوتها كان سيء كان سيء جدا وكل هذا نعكس سلبيا على الأسرة وطبعا الأسرة هي أول من يتأثر خاصة أنه الناحية الاقتصادية والناحية المجتمعية يعني أنحصرت وظهرت يعني الذي لم يكن يجلس في بيته كثيرا صار فقط في البيت ملت زمن على الجلوس في البيت ملت زمن على أن يبقى في البيت وهذا يثير احتكاكات أكثر خاصة مع مع الأزمة الاقتصادية التي صاحبت الكورونا ولذلك هذا الارتفاع كان ناشز عن طبيعة السنوات الأخرى يعني تصور من 32 ألف ملف يكفز إلى 36 وفا ونصف تقريبا ولكن في سنة 2022 وجود 36 ألف ملف يعني هو برضه في تكاثر طبيعي في المجتمع وفي برضه يعني برضه أنه في ثقة في المحاكم طبيعي أنت حكيت عن الكورونا واثارها السلبية بس كمان في جانب آخر أيضا كالف الكورونا أعتقد أنه أثر على عدد حالات الزفاف والزواج لأن القاعات كانت مغلقة التجمعات كانت ممنوعة لا بد أن نؤثر هذا على عدد الأجساني الذي تزوجه في تلك السنوات يعني كل الإنكاسات تحتاج إلى بحث حقيقي نعم أما كل أثر سلبي يناكس دائما نحن الحمد لله لا نرى الناس ناجحين في الحياة نحن نرى الناس الذين يوصلوا إلى أزمة في حياتهم أزوجي فعندما يوصلونا نحن ممكن أن نحل الأسباب لذلك مهمة هذه الإصائيات لكي يريد أن يستقرأ ويفهم ما الذي يحدث في المجتمع في هذه السنة يستطيع أن أستعمل هذه الأرقام سمحت القادة 27% من الملفات والتي هي 9786 هي في ملفات في القدس في المرتبة الثانية هذا صح التعبير 11 فارزة 4% من أحدهم 4132 مالاف في المحكمة الشرعية في الناصرة في المرتبة الثانية في بئر السبع 16 فارزة 7% من أحدهم 6056 الرابعة أن تحدث عن باقة الغربية 10 فارزة 1 الأمر يتعلق في العدد من الجمهور في كل منطقة لكل محكمة منطقية ابتدائية، محكمة موضوعية في منطقة يسموها منطقة نفوذ منطقة نفوذ محكمة القدس وسيعة جداً نحكي عن مناطق شرقية القدس أيضاً شرق القدس وهي مناطق واسعة جداً وبتعرف المجتمع برضو هو مجتمع مش بمستوى معيشي عالي ولذلك برضو سبب من أسباب وجود قضايا كثيرة وإشكاليات نفس الشيء في بير السبع المجتمع برضو هو مجتمع قوي اقتصادياً فيه انغلاق كمان ومنظومة القيم فيه الخاصة فيه ممازات متحكمة ولذلك تجد أن الأعداد هناك كبيرة جداً لأن المحاكم العادية فيها ضغط سمحت القادم أحياناً الملف يتم التداول فيه سنوات حتى ينتهي وهذا السبب أن القضايا ينهارون تحت الضغط وهذا ما نسمع كل المظاهرات الأخيرة هذا له أثر على التقاضي يعني يجب أن يأخذ كل إنسان يومه في المحكمة ويعبر عن نفسه يجب أن أنت عندك في اليوم عشرين ملاف ثلاثين ملاف يعني أصبح الأمر مش طبيعي ولا مرة أخذ يعني وقته الكاثر حقه إضافة إلى القضايا محدودين يعني ستتاشر قاضي ستتاشر قاضي ستبعتاشر قاضي على ستة وثلاثين ألف ومتين أو ثلاثين ملاف يعني هذا عدد رهيب وبع ذلك رأي أنت بتحكيين على ستة وثلاثين ألف ملاف في هذه السنة طب في ملفات متراكم من السنة التي قبلها يعني نحكي عن عدد أكبر من ذلك يعني نحكي أن القاضي حامل حمل كبير جدا وماشي فيه ومع ذلك الحمد لله قضاتنا عملهم مشرف جدا وعندهم مسؤولية وأنفسهم خادمين للمجتمع ممكن تشرح سماحة القادي لأنه أحيانا حينما تذكر اسم المحكمة الشرعية يظن البعض أنه فقط قضايا طلاق ولكن الأمر ليس كذلك فقط أكثر من عشرين نوع قضية المحاكمة الشرعية مثل إيش أبرز القضايا مثل النفقات مثل الحضانات مثل الطاعة مثل التحكيم مثل الوقصايا مثل المواريف يعني كثير الأشياء التي هي صلاحية المحاكمة الشرعية أكثر من صلاحية المحاكمة الربانية أو أي محكمة أخرى أكثر؟ نعم ولأنه صلاحية الدولية أحيانا إذا كان الرعاية من لديهم محاكم شرعية ومسلمين لنا إمكانية مقاضاتهم سواء بموجب أنهم عندهم محاكم شرعية أو إذا هم وافقوا على الأمر نعم هنا في تقريركم أيضا 12% من الملفات هي طلاق وتفريق 41% هي زواج 16.5% هي نفقات 8% هي حضانة 5.7% هي وصايا وتركات وما إلى ذلك سماحت القادة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية أريد أن تشرح لي الآن إلى جمهور المشاهدين عن محكمة الاستئناف من اسمها يعني ما يرضى بقرار المحكم الشرعية في المنطقة التي تابع لها يستأنف لكم في البولز؟ الذي يرى أنه لم يأخذ النصف المطلوبة يستطيع أن يستأنف وأن يشير في استئنافه إلى النقاط التي يشعر بأنه قد ظلم فيها محكمة الاستئناف إلى صلاحية في أن تصادق على قرار المحكمة البداية تقول أنه سليم وإجراءاته سليمي وبذلك يخسر هو الاستئناف أو أن تعدل عليه ولها أن تفسخ القرار وتعيده إلى قادة محكمة الموضوع وتقول له ترشد إلى واحد، اثنين، ثلاثين هذه الأمور يجب أن تأخذها من حسبان ثم تقضي بما يستكر لديها هذه وظيفة محكمة الاستئناف ومن ينظر في الملفات التي تقدر في محكمة الاستئناف هو قاد واحد أو أكثر من قادة في نفس الجلسة؟ هي هيئة هناك ملفات منوطة فقط برئيس محكمة الاستئناف الذي هو صاحب صلاحي نعم بدون تكوين هيئة ولكن الاستئنافات التي هي على مواضيع التي جاءت من محكمة البداية بشكل عام ما عدا يعني بعض الأمور هي تحتاج إلى تشكيل هيئة يقوم رئيس محكمة الاستئناف بتشكيل الهيئة للقضاء وينظر هذا الملف إما تدقيقا وإما بدعوتهم إلى جلسة إذا كان هناك أمور مشكلة تحتاج إلى توضيها لفت نظر سمحت القادة وأنا أقرأ في المعطيات أنه مئة وخمس وسبعين ملاف التي كدمت لمحكمة الاستئناف الشرعية هي مصادقة على فحص جينات شرحنا عن هذا الفحص عن هذه القضية هذا مضوع المزوط الشائك أغلب ما يكون يعني عندنا هو جاينا من الجنوب من النقب لأنه أحيانا الزواج يكون يأتي تثبيت زوجي يعني زواج يكون من خارج الضرن المحكمي ويحصل تولي الأولاد الدولة تشتريت أنه يعني كان فيه شيء أن المحكمة الشرعية تلحق النسب وإنما عليها يعني أن يعني تشتريت من أجل أن تعطيهم المواطنين والنسب أن يقوموا بهذا الفحص الجيني ونحن نرى أنه مصلحة المسلمين في ذلك فكانت هذه مهمة منوطة برئيس محكمة الاستئناف أو من ينيبه في هذه المهمة وفعلا نحن ننظر إذا نلاقي الإجراءات السليمة وأن الزواج الشرعي وأنه لا يوجد غبار لا يوجد غبار أما نحن يعني ليس ما هب ودب لأنه إذا إحنا صرنا نقدر نعطي الفحص الجيني لناس إحنا شايفين في الملك أنه مش متزوجين زواج شرعي يعني كأننا بدنا إحنا نأهل الزنا أو لا سمح الله أي سواجه الذي هو فاسد نأهله لا نستطيع أن نعمل هذا العمل فإحنا ننظر بعين الدقة والتدقيق على طبيعة العلاقة ما يوجد الزواجين هناك من المعطيات شيء مهم وهو نسبة إنهاء الملفات لدى المحاكم الشرعي مثلا نعطي مثال المحكم الشرعي في ساخنين نسبة إنهاء الملفات في عام ٢٠٢٢ ٤٤٪ في عكة أيضا ٤٤٪ في حيفا ٧٥ في الناصرة ٧١ في باقة ٢٢ في الطيبة ٧٣ في الكد ٦٧ في يافا ٦٨ في بئر ٧ ٨٨ حكينا عن ماذا نعني بأولا إنهاء الملفات وهل أنت كرئيس لمحكة الإستناف الشرعية راضي عن هذه الأرقام أنا راضي جدا لأننا في طريعة المحاكم الشرعي الترعية والدينية والمدنية في الإنجاز نحن فوق ٧٥٪ تقريبا أو ما قريبا من ذلك لا أتذكر العدد نحن ننجز الملف خلال ٦٦ في كثير من ملفات تنجز بخلال شهر بكرة في المحكم الشرعي في ساخنين خلال ١٧٥ ملف من هذوب لذلك نحن محكمة منجزة ومتابعة لعملها وموظبة عليها وهذا نفتخر في قضاتنا الشرعيين اللي هم يكون بواجبهم على أكمل الوجه دون تلكؤ دون تأجيل فإحنا الحمد لله في أضع في مصاب المحاكم التي لا تؤجل قضاياها نحن نضيفة القاضي الشرعي أولا وآخرا هو أن يفض الخصومات بين الناس كنت أنت قد تتركت في سياك مقابلة أظن في نهاية شهر رمضان مبارك هنا في استوديو كنات وتحدثت عن قضايا الطلاق وأعطيت يومها رقم يمكن أن يفاجأ الجمهور والرقم يظهر الآن في نسبة ملفات الطلاق في المحكمة لعام ٢٠٢٢ وهذا من تقريركم في المحكمة الشرعية في سخنين ٢٢٪ من الملفات انتهت بالطلاق في عكا ٣٩ في حيفا ٣٨٪ في الناصر ٢٤ في باكر الغربي ٢١ في الطيب ٣٢ في القدس ٣ في يافا ٥١ وفي بئر السبع ٢٢ إذا نظرنا كل هنا نسب عالي إذا نظرنا إلى المدن المختلقة نسبة عالي جدا ٢١٪ يعني من بين كل عرصين لا سمح الله أنت تحذرين واحد ينتهي بالطلاق تقريباً ما تقول عن هذه الأرقام كقادي أنت؟ أنا قلت في وقت وأقول اليوم أن الأسر يعني تحكمها أخلاقيات معينة لما منظومة القيام تنعدم أو تضعف في حيات الأسرة فأكيد هذه الثمرات يعني لأن الحياة الزوجية تقوم على الاحترام على مخافة الله وعدم الخياني وعدم وتحمل يعني الصعاب والصبر كل هذا معاني الصبر التحمل الاحتساب هذا كلام هذا قيم نعم يعني لما أقول لك الصبر تصبر المرأة يصبر الرجل على مثلاً بعض الأخطاء الزوجة ما نقول يحتسبوا إلى فقروا ينتظروا حتى يغنيهم الله من فضله هذه القيم يعني بدأت تضمح يعني أصبحت للأسف يعني ما فيش صبر للزوجين عليها وكل يتهم الآخر أو في مسألة التيسر المعصية يعني أصبح الإنسان يقدر يبني علاقات اللي هي خارج الزوجية وهو متزوج أو وما إلى ذلك وخاصة مع عشر الزواج أنه أصبح الشباب لديهم عزوف عن الزواج هذا الزواج الذي يدق الكاهلهم من أجل أن يتزوج يجب أن يعمل عشرين سنة وبعدين سد الدين كمان أخر عشرين سنة فاليوم بكل أكنان مقدرش على هذا الحمل فهم يلجأوا مع قلة الدين يلجأوا إلى أمور أخرى اللي هي طبعا لا نوافق عليها شرعا طبعا أو يذهبوا إلى أماكن فيها الزواج رخيص ويتزوجون هناك وبناتنا بظلوا موجودين بلا زواج والبنت من حيائها ومن يعني كرامتها لا تتحدث ولكن هي إنساني صحيح وإذا حاجتها فلما مجتمع بزوجش بناته ويتتعلق بالماديات أكثر وبالمقايير السباعية ومادية ما هي يعني أخلاقية ولا إنسانية فهذه الثمارات طبيعية إنها تكون موجودة وهذه نسب طبيعية إنها تكون موجودة نعم أما لو أن مجتمع طبعا مثلا في بيبير السباع فداش 21% نعم لأن المجتمع بهمش سواء بنوافق أو بنوافق الشيء ما زادت القيم فيه يعني أقوى من ما عندنا راسخة نعم يعني في الكودس نفسي شيء أما رمح مثلا قرأت لي في إيافة أو في منطقة عكا أو كذا يعني الناس طيبين وعندهم أخلاق كل شيء ولكن الإختلاط بالحضارات الأخرى يعني يجعل يعني فيه نوع من الذوبان في الهوية السؤال سمحت القادة وأنت رئيس محكمة الإستناف الشرعية ما هي نظرتك؟ ما هي نظرتكم للسنوات القادمة من ناحية عملكم في المحاكم وتعاملكم مع الجمهور؟ نحن يعني أول شيء يعني على أبواب أننا نعين قضاء جدد اللي هم يقدروا بس تستنوا بلجلة تنعقد ما هو يريد لفين يرفض حتى الآن يعني الأمور السياسية تعيق الأمر لكن إن شاء الله لكل أمر إذا ما تم نقصر على كل حال المحكمة العلية ستنظر في هذا الموضوع قريبا إن شاء الله هذا واحد اثنين نحن نحاول أن نكون قريبين من الاجتماع من خلال الاستكمالات اللي نعطيها ولقاءاتنا مع جمهورنا أحكين أي بتاعكود ولقاءات مع الجمهور العام؟ قضاءاتنا بروحوا على نقابات المحكمين في كل الألوية وبعطوا محاضرات وبينوا عمل الشريعة وقوانين الشريعة مثلا في الكليات نوجد لقاءات مع أمي في الدائرة الإسلامية يعني نحن لا نتوانى عن إبراز أسباب تماسك الأسر بقدر ما نستطيع لأن القاضي برضو هو مقيد بكيود قانونية ما بيقدر يكون وين ما يكون صحيح ولا عن طريق خطب الجمعة عن طريق التلوعية عن طريق التلفزيون صحيح يعني هنا موجودين نحن مش هننبين هذا الأمر للناس أنت بتسألني في أسئلة مهمة جدا وأنا بجواب عليها والناس مش هنن تقدر تفهم وين هي رايحة وهذه الإحصائيات أنه بصير الششاني فالشيء مش هنالي بدو يجوز بنته ياريب المين بدو يجوزها ما بكافه السيارة الجديدة والدار الكبيري بدو كإنسان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه دينه وخلقه مش مصري ولا سيارة سيارته ولا زاره مثلا بتقول إنه هذا الإنسان بس تالف مجتمعنا يعني بالراطة بالمخدرات وكذا مثلا يقولك لا الله يهديه إن شاء الله عكبر وهذا الفقير وهذا الفقير الآدمي يقول فقير طيب الله يغنيه على كبار يعني طيب جردني لا بد أن أسألك ما رأيك في مقولة تجوزوا بعكال اللي الرائجة في مجتمعنا نوعا ما يعني أنا وإياك نعلم إنه العاقل هو عاقل صح هناك شهوات تحوم على نفس العزابيين وإذا صرفت بمصاريفها يعني يكون هو أهدى أما يعكى له مجنون صعب إنه هو يرى الحقائق أفضل نعم ممكن لأنه فيه إكمال للدين والشهوات اللي كانت تستفزه أصبح لها مصرف هاي الأمر فهذا إذا كان اختيار مهم يعني مين اللي يزوجها الإنسان يعني هو بكافة شكلها حتى لو أعجب في شكلها يعني مش لازم تكون دميمة يعني كلنا نحب أن نكون زوجته الواحد جميلي ولكن الجمال لوحده بدون القيام يعني معيار ناقص ويطوع في العائلة والأسرة تحدثت عن القضاء في المحاكم الشرعية وبهذا أريد أن أنهي لأنه الوقت أدركنا في حضور للنساء في هيئات التحكيم الشرعية إحنا تعينات قاضية شرعية في عكا وهنا خطيب وهي يعني تقوم بدورها على بأداءها كباك القضاء وبشكل مسرف جدا في الدول الإسلامية هناك حضور للنساء في القضاء الشرعي فيه ولكنه قليل إحنا يعني شفنا أن المذهب الحنفي الذي يتيح ذلك لازم إحنا نستغله وممنوع إحنا نظن يعني شايفين المرأة بعين التدني قادرة المرأة على القضاء سمحت القادة لأن هل تعرف المرأة عاطفية ممكن أن يحكمها المشاعر أكثر وأنا هنا أسأل مش رأي هذا كسوين فقهائنا أحكوا أن القضاء الذي فيه الحدود وفيه العقوبات وما إلى ذلك ممكن أن يكون فيه حرج ولكن عند الأحناف لم يروا حرج لأن هذا أمر في تخالصات أسرية أو حتى في المدني فنحن نلاحظ أن أداءهم لا يقل عن الرجال ولهن الذي عليهم بالمعروف أريد أن أشكرك القادة عبد الحكيم السمارة رئيس محكمة الإستناف الشرائية في الكدس شكرا على حضورك شكرا على كل المعلومات والمعطيات وسنبقى نرافقكم مع كل ما يصدر عنكم نحن نشكركم برضو على أن تصلتوا الأضواء بهذه الطريقة ودائما تحاولوا التعواء والناس على أسرهم وعلى مصيرهم بهذه الطريقة شكرا لكم شكرا جزيلا ونلتقي دائما على خير إن شاء الله المشاهدون والمشاهدات العزاء فاصل إعلاني نعود بعد ذلك مع المزيد فبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة